عدنا لكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلنا نشوف الedit كيف احنا نضيفه ممكن انه احنا هنا ننضيف th اضافي على سبيل مثال اوكي نايس هنا هنا ننضيف واحد جديد انسمي action actions والtd رح نعمل اثنين واحد للedit واحد للdelete زين كيف رح نعمل edit وكيف رح نعمل delete في التى دي انا ممكن استخدم الايكون icons انا ممكن استخدم الايكون في نفس الوقت وممكن استخدم انه كلمة edit او delete انا استغدم مبدايين كلمة edit and delete this one رح يكون edit اوبس edit and this one رح يكون delete تمام واحد رح يكون edit رح يكون Delete خلنا نشوف شكله من النهائي أشتهر اوكي اضافة و اضافة طيب احنا اكيد نريد استخدم عشكل button وينك button انا اظنى هذا خلنا نشوف اكون فيه button صغار اكو فيه button كبار في button بانواي يا ويلي نجح انه انا اظنى هذا جميل هذا group من البطن أوكي group of buttons أو لا ليش نعقد عليكم هذولا small button نجي نشوفه هنا هنا المارجن يوكين مارجن هنا خلنا اخذ هذا البطن نجي طبعا انت حر تستخدم البطن تريده هنا مثلا نعمل في داخل تيدي في داخل تيدي تضع البطن نجعل view في view نعمل toggle wrap هت يظهر لك بشي الواضح لاحظ في داخل تيدي وضعناها هنا رح يكون edit نفس الكلام يتم تطبيقها على delete فنقدر ناخذ هذا copy ونضعها مكان delete بدل هذا نجي نكتب delete وبدل ال default رح يكون danger هتكون بلون الاحمر بدل ال default في الاعلى ال edit رح يكون primary save مفروض واحد يظهر ازرق واللاخ يظهر احمر اذا رجعنا نشوف لكن الان هذا لا يعمل ليش لانه لازم نضيف الى function طيب كيف رح نضيف الى function ايضا سهل جدا لو نجي على ال هنرجع للكود مرة اخرى وين انت؟ هذا في الكود انا احتاج اضيف ل event تمام؟ فالبوتون هنا ينتي في هذا المكان يعني كبداية التاج الاول للبوتون ينتهي هنا فهنا ممكن انا اضيف ل event ال event هو click عندما ال user يعمل click قوسين طبعا فيه داخله كلمة click تمام؟ في click event شغلي function معين طيب ما هو ال function اللي تريده on edit عندما تريد تعمله edit نفس الشي بالنسبة المن نفس الشي نفس الكلام بالنسبة لل delete بس لكن هذا on delete في ال delete انت رح تحتاج بس ال key فاذا هنا انا تقدر تاخذ هذا ال item key فتقدر تاخذ هذا ال item key وتضعها في الداخل ال delete بمعنى انت لما تريد تحذف رح تحذف عن طريقة ال edit بينما on edit تحتاج الى شنو تحتاج مجموعة عوامل على سبيل المثال اولا on edit انا احتاج الى ال key احتاج الى name واحتاج الى phone skill province و الى اخرى من امور اللي انت تريد تغيرها اوكي فهنا انا اجي اعمل له copy ففي ال edit function شوي رح يكون مطول اكثر يعني اذا هنا اعملنا الفارزة اثنين ثلاثة اوبس 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 اسحوا اوه 1 2 3 4 5 6 6 اوكي فهذا راح يكون key الثاني راح يكون name انا اسمي المثال لاحظ key and name الثالث رح يكون 1 2 3 الثالث رح يكون هو الفون الرابع رح يكون skill الخامس رح يكون province السادس رح يكون price تمام فإذن الـ edit رح يحتاج كل الـ parameters بينما الـ delete رح يحتاج واحد فقط اللي هو الـ id تلطيني الـ id وأنا أحذف لك إياها لما ينحذف يحذف الكل فلهذا هنا أنا رح يكون عندي edit and delete ready جاهز خلي نقول لازم أعرف هذا الـ functions هنا هذا اخذ واجعل my skills في داخل class لا تنسى هذا هو خارج خارج class تلاحظ لازم ندخل في داخل class نعرف on-edit ف نجعل view نعمل wrap on-edit شريد عمل هناك ما حاجة إلى كلمة item تمام ضعها بهذه الصورة لأن هي باراميترات للـ function تمام أنطيني الـ key name, phone, skills, province, price انتبه الترتيب هذا يجب أن يكون بالضبط نفس ترتيب هذا key name, phone, skill أي تغيير في الأماكن الـ function وضعته مكان skill و الـ skill وضعته مكان فون إذن لما يرفعها الـ firebase الـ phone سيكون skill و الـ skill سيكون فون انتبه فلهذا الترتيب الأماكن مهم جدا نانا عندك الـ delete أيضا on-delete أخذها وأضعها في هذا المكان أجهز الـ function فقط نانا أحتاج إلى key فقط on-delete جهز on-edit جهز و كذلك الباقي فخلونا نرجع لهذا فعندي هنا نـ edit و عندي هنا نـ delete الاثنين كـ function في داخلهم بفراغ يعني إذا حبينا أنه نتأكد على سبيل مثال إذا جيت على الـ my skill على الـ on-delete on-edit console .log بس نتأكد أنه يشتغل edit أو editing تدام إن أنا عندي مثلا خلي نقول delete سيب فمن أرجع إلى الصفحة أعمل right click inspect element أجي على الـ console أجي على كلمة أجي على كلمة أجي على كلمة على سبيل مثال console أجي edit لاحظ editing delete delete بمعنى أنه إحنا عملنا الربط wiring رابط بين الـ button وبين الـ JavaScript أو الـ TypeScript طيب خلونا ننوقف هنا لنكمل درس القادم مع السلامة أجمع